اشتركوا في القناة معي نص كيلو سميد باسبوسة ناعم عليهم كوباية ونص سكر كوباية لبن دافي كوباية لربع سمنة بلدي معلقتين عصر ابيض معلقة صغيرة بيكنج بودر تكون ممسوحة ومعلقة فانيليا هضيف المكونات الجفة مع بعض هضيف السكر والفانيليا والبيكنج بودر على السميد طبعا السميد يكون سادة لو اكياس مش هنضيف عليه بيكنج بودر لان الاكياس ببقى فيها قلب المكونات الجفة مع بعض بعد كده هضيف عليهم كوباية لربع سمنة بلدي طبعا تكون سمنة بلدي لان بتخلي تعمل باسبوسة حلو والمتوفر عندك هيضيفيه هقلب السمنة مع الباسبوسة لحد ما تتشرب السمنة كلها طبعا هنا هقلب براحتي علشان ادوب السمنة مع الباسبوسة مع السميد علشان بعد كده مش هنعرف نقلبها لما نضيف بقى المكونات لان طبعا منسل نجاح الباسبوسة ان هي ما تتقلبش كتير هقول برضو المكونات تاني مع بعض نص كيلو سميد باسبوسة ناعم يعني يعادل ثلاث كبايات عليهم كباية ونص سكر وكباية لبن دافي وكباية لربع سمنة ومعلقتين عصل ابيض ومعلقة صغيرة مسح بيكنج بودر ومعلقة فانيلي طبعا هابست الخليط كده مع بعض ولحد ما يتشرب من السمن يعني عايز السميد كده يكون زي حبيبات الرمل تكون مندية كده وتتشرب من السمن لازم ابس فيها زي ما قلتلكو عشان بعد كده مش هنقلب تقلبتين بس كده خفيفة وخلاص طبعا دي الطريقة المعتمدة عندي انا جربتها قبل كده ولقيتها طلعت مزبوطة فقلت عم نعملها سوا كده خلاص البسبوسة تشربت اللي سامنا هجيب بولة عشان اضيف فيها المكونات دي على بعض هنزل كوباية اللبن اللبن يكون دافي وممكن نستبدله بكوباية زبادي وبرضو معلقتين العسل ممكن نبدلهم بمعلقتين من شربات الكنافة كونت ايه او معلقتين من عسل جوليكون ده بديل لمعلقتين العسل هقلب العسل مع اللبن لحد ما يدوب مع بعض طبعا عملته برة كده برة البسبوسة علشان مش هنفع نقلبه كتير وإحنا لما نضيفه على البسبوس هنزل ما قلت لكم مش هنقلبها كتير هنلف بس الخلط كده مع بعض وخلاص هنزلوا بقى عليه وهلفوا بس كده حاجة بسيطة وخلاص علشان تديني القوم المظبوط ان احنا ما نقلبهاش كتير كده خلاص دي القوم المظبوط هدن بقى الصينية بمعلقة سمنة قبل ما اضيف الخلط عليه طبعا زي ما انتوا شايفين كده كاومها مظبوط لا تكون تقيل قوي ولا تكون خفيفة مي جبت معلقة سمنة وبأيدي كده قبل ايدي بالسمنة وبعد كده قمشي على وش الصينية طبعا الحركة دي بتخليها تكون وشها يكون مظبوط ومساوي ميبقاش خشن من فوق طبعا لازم ارفع الصينية كده علشان تطلع الهوى اللي فيها ساعة ما كنا بنخلطها مع بعض طبعا بيدخل هوا فالحركة دي بتطلع منها الهوى وبتبقى برضو من سر نجاح البسبوس بني تطلع معاكي مظبوط هقطع بقى البسبوس طبعا تقطع زي ما انت عايزك قطع صغيرة قطع كبيرة ممكن عادي تسيبها وبعد كده اتطلع من الفرن وتقطعيها يلا بقى نزين الوش آآ ده طبعا لوز اللي عنده فلسداني آآ ممكن برضو يضيف عليه او بندق وممكن لو عايز تسيبها سادة برضو عادي كل واحد براحته طبعا انا هعمله كده على رسمة نجوم ممكن اسيب كل واحدة كده في قطع بس انا قلت ازينها كده بتبقى شكل النجوم تبقى شكلها جميل كده خلاص ايدي كده شكل الصينية معي اهي بعد ما زينتها باللوز هسيبها عشر دقيقة ارتاح وبعد كده ادخلها الفرن انا كده خلاص في الوقت ده كنت ادخلتها الفرن آآ هعمل بقى ادخلتها الفرن آآ هادفه على النور انا خدت بس نقطتين بس من عصرة لمون طبعا زي ما احنا عارفين شربات البسبوسة بيكون سخنة ويكون خفيف فحطيت كوباية ونص سكر عليهم كوبايتين مية وبعد ما سيوم عشر دقيقة يغلو على النار هنزل عليهم بمعلاقة سمنة في الوقت ده زي ما اقلت لكم البسبوسة في الفرن عشان يبقى الشربات سخنة ويكون البسبوسة سخنة وهضيف عليها زرف الفانيلي ده طبعا بيدي برضو راحة حلوة للسرب بتاع البسبوس هضيف عليها ونبص على البسبوس في الفرن خلاص يا اتحمرت من الحرافة هي هولع عليها الشوية كده خلاص دايما انتم شايفين هطلعها بقى من الفرن كده شكلها مظبوط همرها كده حلف طبعا لازم يكون الشربات سخنة وهنزل بيه على طول مرة واحدة عشان كلها تشرب من الشربات مرة واحدة هسيبها بقى غط عليها زي ما انتم شايفين بقى هغط عليها واسيبها عشر دقيق كده عشان مش اه وشها مش ينشف وبعدك كده هقطعها معيكم كده خلاص يا حبيب بعد عشر دقايق طلعت البسبوس اهي زي ما انتم شايفين طريقة جميلة ومتماسكة طبعا نجرب الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكو لو الفيديو اعجبكو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا اشتراك عشان نوصل لكم كل الفيديوهات في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته